حقق نادي شعب حضر موت الفوزة ببطولة الكأس في نسخته الخامسة للعام 2017 لكرة القدم في المباراة الختامية التي تغلب فيها على نادي سلام الغرفة بهدفين مقابل هدف واحد وشهد ملعب الفقيد باردان تدفقا واسع على جماهير الرياضية من مختلف مديريات حضر موت اكتبت بهم المدرجات قبل انطلاق صفارة البداية بأكثر من ساعة فيما اختمت المباراة بتقديم درع تذكيري من قبل رئيس لجنة المنظمة للبطولة سعيد علي بايمين لمحافظ حضر موت عرثانا بجهوده في انجاح البطولة ودعم مسيرة الرياضة والشباب بالمحافظة